شكرا للمشاهدة صلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين نعقد يومه الخميس 24 ربيع الآخر أو الآخر 1445 الموافق لتسعود نوفمبر 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخ النوش خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والطلاع على اتفاقيات دولية وفي بداية أشغال هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول فحص تقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19-20-21 للمملكة المغربية المتعلقة بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قدمه السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل وتطرق العرض إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتين 2022 و2023 والتي سبقت الإحاطة بوتيرتها المرتفعة وحصيلتها الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعاقيد يوم 22 يونيو 2023 كما ذكر السيد الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات وهو ما بشرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع أعمال مختلف هذه التوصيات كما أشار السيد وزير العدل إلى أن تقديم وفحص تقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامعي للتقارير 19 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومين 22 و23 نوانبير 2023 وعلاقة بالاحتفاء بالذكرة الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد السيد الوزير عن تنظيم المغرب لحدتين هامين احتفاء بهذه الذكرة الأول يتعلق بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعديم بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والثاني يهم الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتتقيف في مجال حقوق الإنسان بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم 56-23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19-94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي قدمه السيد رياد مززور وزير الصناعة والتجارة وإتي هذا المشروع أخدا بعين الاعتبار أحكام المادة الثالثة من القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي ومقتضيات القانون رقم 22-03 المتعلق أو بمثابة ميطاقي الاستثماري ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في منح استثمار مشترك لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي ومنح استثمار منح استثمار إضافية منح ترابية لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العاملات ومنح قطاعية تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19-94 المشار إليه أعلى والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية لا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل بعد ذلك لدى ولمجز الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-804 بتغيير وتدميم المرسوم رقم جوج 17-400 الصادر في 11 من دي القعدة 1438-04-2017 بتحديد شروط صرف المنح الدراسي لبعض متدربين ومؤسسات التكوين المهني قدمه السيد يونس كوري وبحسو وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وإتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الملكية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجيل الاجتماعي الموحد والوكال الوطني للسجيلات ويهدف هذا المشروع إلى إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية ترأسها ممتل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممتلين عن السلطات الحكومية المعنية بذل اللجاء الإقليمي المعمول بها حاليا والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير ديبلوم تقني متخصص وديبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم جوز 17408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوز 23151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة قدمته السيدة ليلة بن علي وزيرة الاتقال الطاقي والتنمية المستدمة ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلام في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلام في المجالين النووي والإشعاعي الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلام في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني كما مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة والذي يولي أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمباذئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة لا سيما فيما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المباذئ والشروط القانونية ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14212 وواصل مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 23951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية قدمته السيدة غيثم زور الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة السيد رئيس الحكومة وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها وذلك من أجل وضع إطار حكمات يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها وتتألف هذه اللجنة التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكل متوازن من القطاع العام الممثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة وانتقى لمجلس الحكومة للإطلاع على اتفاقيات دولية قدمها الوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن سيد ناصر بوريطة وزير شؤول خارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ويتعلق الأمر بي أولا اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمرقي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بورك نفاسو موقع بالدخل في 9 يونيو 2023 ومشروع قانون رقم 37-23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور عليه ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجمارك بكل البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمرقي وفق الشروط المحددة في الاتفاق من أجل التطبيق الملائم لتشريع الجمرك والوقاية من المخالفات الجمركية المخالفات عفوا والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية ولا يهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية ثانياً اتفاقية بشأن الأشخاص المحكومة عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بورك نفاسو موقع بالدخل في 9 يونيو 2023 ومشروع قانون رقم 3823 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل على أوسع نطاق ممكن في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر بمقتضى هذه الاتفاقية عن رغبته في أن ينقل سواء لدولة الإدانة أو لدولة التنفيذ وذلك وفق مجموعة من الشرط سيد الوزير سيد الوزير أريد أن نرجع للموضوع الساعة وهو الإضرابات بالتعليم والحالة المزرية لهم والخاسر هما التلاميذ والأباء الحكومة درست هذا الموضوع اليوم وستأكدوا أنه فعلاً سيكون مراجعة النظام الموحد دي الأساتذة وهل ستكون هناك توجيه لرفع من الأجور لأننا سبعنا وحد النقابة قالت هذا اليوم بأنه فعلاً سيتم المراجعة للنظام ورفع من الأجور شكراً سؤال خير سيد الوزير سؤال بخصوص الإضرابات الأخيرة في قطاع التعليم وهل ستلجأ الوزارة إلى القطاع من أجارات الأساسية المضربية على العمل؟ مرحباً سيد الوزير أتيرة انتقادات للحكومة عند مناقشة مشروع قانون المالية في اللجان خصوصاً ما يتعلق بالمخصصات المالية أو الاستمرار في تنزيل الدولة الاجتماعية نريد أن نعرف المخصصات المالية في تنزيل الدولة الاجتماعية في مشروع قانون المالية شكراً 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 لكي تعيد إصلاح هذا الهدف الذي هو التعليم شكراً تحية طيبة سيد الوزير بخصوص الأوضاع في غزة هل من معطيات رسمية بخصوص سير عملية إجلاء المغاربة في القطاع خصوصاً أن هناك تقارير تتحدد عن رغبة قرابة 600 مغربي في الرحيل نحو مصر عبر معبر رفح شكراً 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 سيد رئيس الحكومة شخصيا التقى مع النقابات والبلاغ الذي صدر عن هذا الاجتماع واضح وضوح الشمس بأنه سوف يتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المبتوح في إطار استحضار المكتسبات دي الرجال والنساء التعليم في إطار استحضار المصلحة دي التلميذ التي أعتقد بأننا جميعا كقواء سواء كنا رجال تعليم أو لا فاعلين عموميين أو حكوميين أو حزاب سياسية كلنا معنيون بهذا الموضوع وكلنا نعتقد بأن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة ولا يجب أن يطعطل هذا المصار المصار التلقي والتعلم وأن ما زال جزء من الأساتذة الذي اليوم يريد أن يعبر عن فكرة الحكومة كتعرفها لكن السؤال المطروح هو واش الحكومة صمت الأدن دي لها إطلاقا واش الحكومة غلقات باب الحوار إطلاقا حكومة ما زال مستمرة في هذا الحوار هذا نعتقد وقلت في الأسبوع الماضي بأنه آن الأوان لكي نشتغلها بشكل مشترك وبشكل سريع لمواجهتي مختلفة هذه التخوفات بعض التخوفات التي كان عند رجال ونساء التعليم في حوار هادئ وشفاف ومعقول ونشوفوا القضايا كلها قضية قضية أنا ذاك سوف يظهر بأن هذه التخوفات حتى وإن وجد يعني لها سبب فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار وللنقاش لكن لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم للدولة ولجميع القوى كما قلت واللي من معنيين بهذه العملية هذه بما فيهم رجال ونساء التعليم كلنا نتفق على ضرورة أن تستمر الحياة المدرسية بشكل طبيعي أنا ما بيش ندخل في تفاصيل النظام الأساسي لكن فقط أريد أن أطرح سؤالا وش نظام أساسي لحافظ على مكتسبات وجب يعني بعض القضايا من قبيل مدارس الرياضة اللي غادي تقول لي واحد المدارس واحد الجودة معينة واحد المستوى من المرضود يوم النتائج أنا فقط أطرح أسئلة بصوت مرتفع فكما قلت الحكومة جديد مرة أخرى على أنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي ولن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون شراكة حقيقية مع رجال ونساء نحن نمتمسكون بهذه الشراكة متمسكون بهذه الحسل العالمي المسؤولية لتجسير هذه التقاء وإعادة بنائها بشكل مشترك لأن قطاع التعليم ليس مثل القطاعات التي يمكن أن تخدع لما يمكن أن تخدع للحوار التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة بالحوار ولذلك نعتقد بأنه هذا العدد من التلاميذ الذين اليوم محرومون ولا يتلقون دروس ديالهم أنهم يحصلوا على الدروس ديالهم بشكل سريع لكي نحقق المبدأ ديالتك فوق الفورس بين جميع أبناء المغربة مش كل شي يقرأ مش شي يحدين يقروا وشي يحدين ما يقروا السؤال جاء حول الاقتطاع الاقتطاع هذا مقتدى قانوني موجود في القوانين موجود في قانون وموجود في مرسوم وأيضا هناك منشور للسيد رئيس الحكومة على أعتقد سنة 2012 الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون حكومة مجبرة على تطبيق القوانين لذلك سوف تطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين مخصصات الدولة الاجتماعية مخصصات الدولة الاجتماعية تقريبا قانون المالية كله في ميزانيته وفي غير الدولة الاجتماعية أنا أعطيت جوج الأمثلة جوج الميزانيات مياه وسبعاد المليار الصحة وتعليم مياه وسبعاد المليار النتيج الداخلي الخام تقريبا هذيك تقريبا واحد لعشرة في المياه ولا ما كانت كتر من حجم النتيج الداخلي الخام كل بلادنا السكن مقبيلين عليها هذه السنة حوالي عشرات المليار ديال الدرهم لا متضامن عشرات المليار ديال الدرهم تعويضات العائلية المباشرة 25 مليار ديال الدرهم وغادي توصل في 2026 ل 29 مليار ديال الدرهم القطاعات المنتجة اللي كتنتج شغل كتنتج كذا حديث ولا حرج صندوق المقاصة 16 مليار ديال الدرهم هذه دولة هذه ميزانية لا يمكن إلا أن نسميها بقوة الواقع بأنها ميزانية اجتماعية لأن أمنيكة تأخذ هذه الأرقام كلها وتجمعها تتلقى تقريبا 41% من نتيجة داخل الخامل ديال البلاد كلها يذهب لترسيخ الدولة الاجتماعية لماذا شو قلتوا الأسبوع الماضي وغادي نقول هذا مصار استراتيجي رسمته بلادنا بقيادة جلالة الملك عشرين عام لفت منذ اعتلاء جلالة الملك العرش وهو يشتغل برؤية استراتيجية واضحة إنصاف المصالحة قدوا الخواطر اللي خواطروا نمشيوا نبنيوا البنية التحتية ديال البلاد نعزوها نقويها مش المغربية اللي قول العيش الكريم نخدموه على قطاعات استراتيجية نخدموه على مخطط المغرب الأخضر نحقق أهداف على اليوتيس على الطاقات المتجددة على السياحة ننظر السياحة على تسريع الصناعي واللي عندك اقتصاد يمكن أن يتحمل الفاتورة الاجتماعية خدمنا بواحد المجموعة ديال البرامج اللي كانت متفرقة شوية ديال تيسير شوية ديال تتكفو العائلية شوية وصل الوقت فين هذه البرامج يجبوا أن تجمع جمعات عندك واحد النقص خاصة تقلب فين تجيبه جامل الميزانية ديال الدولة عبر أياش عبر إقرار ضرائب جديدة ننتفقوا ماشي ضرائب جديدة الزيادة في الضرائب المرتبطة استهلاك السكر استهلاك الخمر استهلاك يعني التبغ هذه كلها في العالم في جميع الميزانيات ديال العالم ستلقب أن التوجه يتجه نحو الرفع من هذه من هذا الرسوم اللي يمفرض على هذه المواد لأن هذه المواد هي اللي كتعطيك في الأخير واحد المجموعة ديالناس اللي محتاجين للرعاية الطبية بل كي تموي للدولة الاجتماعية لا بد أن تقر هذه الإصلاحات الضريبية لكن ما عملتش الدولة واحدة السياسة الضريبية في قانون المالية عشوائية أولا تنساجم مع القانون الإطار ديال 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 ديالجبائي تنساجم مع المخرجات ديال التوصيات أو التوصيات ديال مناظر الوطنية الدريبة العملفات كالإصلاح ديال لياس هاد العام احنا في لاتيفيا وهدش كله في إطار وحد التصور شمولي اللي نحافظوا فيه على التوازنات المالية وعلى الالتزامات ديال بلدنا دولين فهذه حكومة جاءت لكي تكرس الدولة الاجتماعية بشكل واضح وجلي حتى الإصلاح ديالصندوق المقصة لن يبدأ إلا في أبريل عبر واحد التدرج خليوها تشهر ديجمبر ويناير وفبراير ومارس أنه تدخل تعويضات العائلية قدروا الناس أنهم يواجهوا بها تكاليف الحياة ثم بعد ذلك ستكون واحد التوجه تدريجي بشكل طفيف الأحداث المتعلقة بسمارة هذا يدخل في اختصاص السلطة القضائية والسلطة نفيذية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تعلق على العمل لسلطة القضائية في إطار الاستقلالية السلطة غزة غزة بلدنا صدرات مجموعة هذه البلاغات والبلاغات التي صدرت بلدنا كلها تعبر على الموقف الصارح الصريح والواضح الذي تبنته المملكة المغربية في هذا الملف هذه القضايا التي أطرتموها ربما تكون في إطار يعني في إطار شي جواب لتكون مدقق بالأرقام ومعطيات أكثر لأنه هذا موضوع يحتاج إلى تدقيق لكن المهم في الإطار العام هو أنه بلدنا عبرت عن موقف قوي وواضح وكان موضوع بلاغات متعددة ومختلفة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و impulse اشتركوا في القناة